السلام عليكم و هنا أول أربعة أخذتهم وبعض كان عندي قيمتهم ثلاثة و نحكينا و نكتبهم ثلاثة ثاني أربعة كان عندي قيمتهم صفر بكلها صفر بعدين الثلاثة كانت واحد واثنين يعني ثلاثة برضو أختهم والرابع عندي واحد واثنين واربع وثمانية يعني اطناش اطناش بالهكسة عبارة عن C لانه A10 B11 C12 بعدين هاي صفر معاته صفر طفع عندي الـ target address 0C303 أو 03 0C303 طيب هسا بروح على الممور اللي عندي على 0C303 الفاليو لجواتها 003030 طفع باخدها بحطها هي الفاليو اللي عندي 003030 طبع هسا راح نبلش بشابتر اثنين شابتر اثنين راح ابلش فيه انا بمثال اول بعدين راح ندخل على المثال اللي هو على الاغلب راح يجي عليه السؤال المثال راح امشي فيه حاليا هو عشان اعرف كيف بدي امشي بباقي البروغرامز الموجودة عندي اوكي فيه شغلات قبل ما بلش ببروغرامز بدي اتفق عليها اكمل اختصار عندي اشي اسمه لباقي الدي عندي اشي اسمه استي عندي اشي اسمه ريزيرف بورد عندي اشي اسمه ريزيرف لبايت اوكي وعندي جمب سابروتين وعندي ار سابروتين وشوفي كمان جي يعني جمب لحالها طيب ادول مبديا بكافه واذا شوفنا واحدة ثانين بالبروغرام نشوف اللود على اغلب بيجي جمبها دايما R او L او S حسب اسمه ريزيرف بس الفكرة انه اي اشي بيجي بعدها هو ريزيرف تمام نعتبر انه عندي R او R او R بعد اللود بيكون في عندي فاريبل والستور بعدها برضو بيكون عندي فاريبل بعدها او الاخر شو الفرق بين اللود والستور اللود يعني انا بمسك اوكي بالنسبة ل اللود انا بمسك القيم الموجودة بهذا الفاريبل وبحطها على الرجستر اللي شابك مع هاي اللود يعني انا هون عندي رجستر R او R ونفرض قيمة الفاريبل عشرة مناتو الر او صارت قيمتها عشرة اللي ستور عكسها تماما بشوف شو القيم الموجودة بال R وبحطها بال الاريبل الموجود عندي تمام فالستور عكس اللود اللود باخد من الاريبل بحطه على الاريجستر الاريجستر اللي باخد بالقيم الموجودة بالرجستر بحطها على الاريبل بعدين بحكيرو كم وورد بدي مثلا بدي اياها واحد شو يعني واحد خس انا بتعامل مع السك انا بدي احكي عن الترسلا كود الاسمبلر طبع السك ماشين مش السك فبالسك عندي الورد فيها ثلاثة بايت فلما حكيت انا عندي وبيدي واحد بدي احجز بايت روزيرف وورد واحدة ماتوا انا حجزت ثري بايت تمام طيب فرقت لو عملت هنا اثنين مش واحد كان عند اثنين اه بتفرق ليش بصير كاني حجزت انا كلمتين وكل كلمة بثري بايت ماتوا صفى عنده ستة بايت انا حاجز ماتوا الvar كلمة var هي عبارة عن variable اه variable بوسها اثنين اه ستة بايت لانه كلمتين اوكي طيب بنيجع على رزيرف بايت رزيرف بايت اني انا بدي احجز بايت مش وورد الورد ثري بايت البايت بايت نفرض انه عندي انا var او va تمام هاي va2 رزيرف بايت بعد ان حكيت له واحد طيب ش يعني واحد هون بهاي الحالة واحد يعني احجز بايت واحد ل variable va2 va2 صار عندي variable بقدر يتحمل لغاية بايت واحد طيب بتفرق لو حكيت مثلا 1024 مش واحد اه بتفرق ليش انه صار انا حاجز 1024 بايت لمين ل variable va2 طيب خلصنا منهم نيجي على j sub و r sub j sub يعني j لحالها jump اوكي sub يعني روح على sub هي عبارة عن sub routine sub routine هو function بس بال assembly بنسميها sub protein فننفرد انه هنا عندي انا method 1 بغض النظر كان method x اوكي فلما احكي j sub على method x يعني روح من محل ما انت موجود حاليا روح على function method x تمام r sub يعني بالعكس اطلع من function وين ما انا موجود بال function بطلع منه طيب وين برجع برجع على قيمة l طيب بالنسبة لل j j لحالها اذا اجت يعني jump وهنا بحكيلي على اسم label label مثلا y فلما يجيني j يعني jump على label y بروح بدور على label y وبنط عندها دغري اوكي هاي شغلات لسه ممكن مش فاهمينها كثير بس عشان تساعدنا بالمثال اللي روح احكي فيه نيجي ندخل على المثال اوكي هاي البرنامج عندي شوف البرنامج اول سطر فيه دايما فيه ثلاث شغلات او الاحرة شغلتين هون عندي copy والstart address كوبي اسم البرنامج start يعني هون start address ومعطيني قيمته 1000 يعني برنامج عندي ميبلش من address 1000 طيب هسا بعد هادا السطر بلش البرنامج فعليا عندي فيرست هو label اش بهمني ال label هسا منيجي بنحكي عنه او احكي عنه على سريق انه ال label عشان اعرف استدله على شغل معينة يعني ممكن اعمل label لفونكشن انه بدأ ادور على function بروح بدور على label تابعه وهكذا هسا خلال تتبعي للبرنامج راح اعرف بالضبط شو شغلي ال label اول اشي انا كنت عندي الفيرست الفيرست شو ما لها تعمل stl return address طيب حكيت قبل شوي ال stl يعني store ال l هو عبارة عن register l اوكي linkage linkage register ف store l return address معناه تو امسك القيمة الموجودة بال l حاليا اللي هو الادرس انا موجود عنده خزين ليها على مين على ال return address طيب كيف ده اتاكد ان ال return address هو variable فعليا بنزل تحت بلاقي معرفة طبعا ال assembly بكون معرفة ال variables دائما ناخل البروغرام فبنزل تحت بلاقي هي فيه return address هي عبارة عن reserve word وحدة ماتهو variable بوسع ثلاثة بايت يعني reserve word واحدة وهون معطيني واحد معاناتو كلمة واحدة و ال word عندي بال sec 3 بايت ماته return address عبارة عن variable اوكي ارجعنا خزين قيمة ال l بال return address طيب راح انا اكت كل شيء اتبع و احطه على جنب فبحكي له return address عندي قيمتها مثلا 10 طبعا ليش حطيت انا 10 لانه هون عندي line 10 طبعا هو غلط اللي انا بحكي فيه انه line 10 لازم اعطيه location الحالي بس ما اتدين عشان انا ما عندي location بهذا المثال استعانت ب line line ما دخله في البرنامج بس ممكن استعان فيه عشان اتبع طيب معاناتو return address حطت فيها قيمة l او نعتبر انها كانت 10 بكمل برنامجه طبيعي بس لازم اتأكد ان هون عندي return address equal 10 بدي امحي الشغلة الموجودة طيب نرجع على الكود بعدين لقيت هون لابل اسمه c loop انا ما بدي استدل عليه باسمه انه c loop يعني لازم اعمل loop لا بان افرض الحطة لو اجا محمد مش c loop ما بهمني باشوف شو بدي اعمل على السطر اللي بعده او على الكولوم اللي بعده حكي لي j sub ايش عني j sub حكيتها انه jump على sub protein يعني يلا نقط على function طب بحكي له ايش هو ال function بدك يعني اروح عليه بحكي لي اسمه rd rec rd rec اللي هو read record طيب وين هو هذا ال function rd rec بروح بدور على ال label rd rec ما في بكمل هون هاي rd rec تمام هاي rd rec طيب rd rec شو بحكي لي بحكي لي load x طيب شين load x يعني 0 يعني امسك الاشي الموجود هون عند 0 وحط ليها بال x ال x عبارة عن register اسمه x index register اوكي طيب شو 0 زيرو انا ما حكيت عنها امم طيب افليكم 0 هون اوكي 0 هيها 0 عبارة عن word صفر طيب اوكي فيه فرق بين reserve word و word وبين ريزير بايت و بايت لما أحكي لك ورد كلمة لحالها يعني هذا مش متغير هذا إشي ثابت لهو كلمة زيرو تعبر عن رقم صفر طيب هو لو إجا مية ما بهمني لو بدل صفر إجاني مية ما بهمني بارف إنه زيرو بتأشرلي على مية بس هنا حط لك هي زيرو عبارة عن كلمة بتأشرلي على صفر اللي هي إشي ثابت طيب نيجي نكمل نرجع لريد الكود حكالي لود اكس زيرو يعني أمسك الزيرو حط لياها بالإكس طيب نيجي في لي أن نتبع هون يعني كأنه بحكي لي هاي الإكس عندك هاي الإكس تساوي صفر صفرت لك إياها بحكي له أوكي برجع لبرنامج بحكي لي لود ا زيرو يعني نفس الإشي حط زيرو على الرجستر ا فباجي بحكي له تحتيها ا ايكول برضو زيرو تمام؟ أنا بحكي عن اللود بعدين فيه آر لوب آر لوب كمان لابل شو بحكي لآر لوب هاي؟ بحكي لي تي دي تي دي يعني تست ديفايس طيب ش يعني تست ديفايس؟ أنا فعلياً حالياً عم بقرأ ريد ريكورد ريد ريكورد من ما بدي أقرأه من إنبوت ديفايس يعني كيبورد ماوس إلى آخرين عشان أقدر من أقرأ من هذا الديفايس الإنبوت ديفايس لازم أتأكد إنه مش بيزي مش بيزي إنه ريدي جاهز عشان يعطيني داتا أو أقرأ منه داتا فشو بعمل بعمل تس ديفايس لمين؟ للإنبوت طبعاً الإنبوت هسه برجع لقيمة هون تمام؟ التس ديفايس التس ديفايس برجال قيمة إذا كانت هاي القيمة تساوي الإنبوت إذا كانت هاي القيمة الرجالية هاتي دي تساوي الإنبوت بغض النظر شو هي؟ معناته الجهاز الإنبوت أو الديفايس مشغول فلازم أرجع كمان مرة أعمل لوب أستنى شوي عبل ما يصير جهاز أو الديفايس جاهز انه يعطيني data اوكي طبعا الانبوت شو هي هي عبارة هاي انبايت قيمتها F1 والF1 هيتعبر عن الانبوت بايت للانبوت ديفايس اوكي فشو بحكي له هون jump if equal j eq يعني jump هون في عندي j eq وفي عندي j l t وفي عندي j g t اوكي طيب هاي jump if equal اذا كان الشغلتين متساويتين فبحكي له اعمل jump على الاشي اللي بدي اعطي اياه بعديها هون jump if less than شرطية اذا كانت اقل من less than وهون jump greater than اكبر من هون شو بحكي لك بالمثال بحكي لك jump if equal على الارلوب ايش يعني يعني اذا كانت التست ديفايس والانبوت متشابهين معناته الجهاز عندي مجغول هاي jump if equal عالميا على الارلوب ارجع لالارلوب رد كمان مرة اعمل تست للديفايس قارنا مع الانبوت اذا كان ايكول برضو jump if equal على الارلوب وهكا ضلو يعمل حد ما صار عندي الانبوت ديفايس جاهز جاهز ان اخذ منه داتا فاذا كان جاهز ما رح يرجع لي قيمة مساوية فبنص الشرط هذا الجنب في ايكول بروح على السطر اللي بعده rd input rd read rd وwd read read data write data فهون rd يعني read data من الانبوت نفرض انه انا مثلا بدي اقرأ هاي عندي هون ال data هيها ab وبعرف انا كل نهاية record كل نهاية file اخر شي عندي 0 طبعا ليش كتب 0 0 مش 0 واحدة لانه بالهكسة بالهكسة 0 تمثل 0 0 اوكي بالهكس ديسمان طيب هي عندي a b فread للانبوت رح قرأ مين حرف قرأ حرف ال a حاليا عم بقرأ ال a اوكي هاي بالread input قرأ حرف ال a compare to 0 قرنها مع 0 هل هي 0 طبع ليش قرنها مع 0